الأنفاس إذن محبوسة والتكهنات لحصر لها بشأن موعد وطريقة رد الإيراني المحتمل على إسرائيل آخر تقديرات نقلها موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أكدوا خلالها بأنهم يتوقعون هجوما إيرانيا على إسرائيل الليلة ليلة الأحد الأثنين وأشر المسؤولون إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله يخططان لهجوم منسق أم سيعملان بشكل منفصل يأتي هذا بينما تتكثف وطيرة التحركات الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد مع توعد تهران بأن ردها حتمي وسيكون قريبا هذا في وقت أفادت فيه مصادر استخباراتية غربية للجيروزالينبوست توقعها للهجوم ليلة الثاني عشر الثالث عشر من أغسطس تزامنا مع عيد ذكرى خراب أو تدمير الهيكل لما يحمل هذا التاريخ من دلالات وأيضا حمولة نفسية في إسرائيل من القدس ينضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كناعنام معنا أيضا من واشنطن مراسل نام مجدي يازجي إذن مرحبا بكم معي سأبدأ معك نضال بداية مع بداية هذه التوقعات والتكاهنات وأيضا الاستعداد الإسرائيلي لكافة السيناريوهات مع تأكيد أكثر من جهة سواء رئيس الوزراء وزير الدفاع وغيرهما عن كامل الاستعدادات لكافة السيناريوهات المطروحة ما أبرزها نعم بالفعل إيمان وللتأكد من أن هذه الاستعدادات قد وصلت ضروتها سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الليلة مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل للوقوف على هذه الاستعدادات قبل قليل أيضا نشر في إسرائيل بأن الشباك الإسرائيلي استكمل استعداداته لتحضير ربما الملجأ في القدس الملجأ الذي يمتد تحت المباني الحكومية في القدس وأعد قبل سنوات ليكون مركز قيادة تلجأ إليه القيادة الإسرائيلية في حال نشوب حرب ضخمة لتدير هذه الحرب من هناك وهو على اتصال أيضا بالملجأ الذي يتواجد تحت مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب هذه تطورات خطيرة قبل أيام أيضا بالأمس ذكر أن الحكومة الإسرائيلية وزعت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية على وزراء الحكومة الإسرائيلية هنا إسرائيل تستعد ربما لأسوأ السيناريوهات هذا يعني أن إسرائيل تستعد لسيناريو لا يكون فيه اتصالات عادية في إسرائيل إذن نحن نرى هذه الاستعدادات على مستوى عال جدا أيضا الجيش الإسرائيلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أقصى حالات استعداداتها في هذه الظروة وفي هذه الحال سيصل غدا قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى إسرائيل وهو يزور المنطقة من أجل الوقوف على الاستعدادات التصدي للضربة الإيرانية من المفترض أن يصل إسرائيل غدا هو هنا في المنطقة من أجل الوقوف أو بذل مزيد من الجهود لإنشاء تحالف يمكن أن يعترض الضربة الإيرانية ويوقف هذه الضربة الإيرانية قبل وصولها إلى إسرائيل كما حدث في المرة السابقة لكن هذه المرة وفق المصادر الإسرائيلية فإن الجانب الأمريكي يجد صعوبة في تشكيل مثل هذا التحالف خاصة بسبب الاستياء عموما من تصرفات بن يمين نتنياهو حتى لدى الإسرائيليين وليس فقط المجتمع الدولي ودول المنطقة سمعنا أيضا ما قاله الرئيس الأمريكي من تهديد مبطن أو حتى ليس مبطنا هو تهديد واضح بأنه إذا ما استمر نتنياهو بإشعال المنطقة فإن الولايات المتحدة لن تقف إلى جانبه مرة أخرى الولايات المتحدة غير مستعدة أن تكون رجل إطفاء المنطقة في الوقت الذي نتنياهو يشعلها فيه في كل مرة لأسبابه الخاصة لكن على العموم إسرائيل تستعد لأسوأ السيناريوهات هناك الكثير من السيناريوهات المطروحة وهناك الكثير من التكاهنات حول التواريخ وحول الموعد لغاية الآن يمكن القول بسبب كثرة هذه التخمينات بأنه لا أحد يعرف حقا متى هو الموعد وما هو حجم هذه الضربة ومن أين ستأتي هل ستكون من طهران مباشرة أم ستكون من طهران مباشرة وفقط أم كل المحور الإيراني سيشارك فيها لكن على كل كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي فإن إسرائيل وأجهزتها الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لهذا التحالف الذي يتم إنشاؤه تعمل على كل هذه السيناريوهات وهي تعمل وفقا للسيناريو الأصعب نعم بالتأكيد نضال وكما أشرت وأنقل هذه الفكرة إلى مجدي أنه رغم الأحباط الأمريكي جهوزية واستعداد أمريكي أيضا فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات على مستوى المنطقة وجهود بالمقابل من أجل خفض التصعيد أين وصلت أبرز هذه الجهود مجدي بالفعل إيمان وأؤكد وأبدى من حيث انتهى نضال أن هناك حالة أحباط في البيت الأبيض من الطريقة التي تعامل فيها مع الأمور جملة وتفصيلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو وأنه أحرج واشنطن ووضعها في موقف لا تريد أن تكون موجودة فيه على الأقل في هذا الوقت الحالي آخر التحديثات وآخر الأمور الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على أهبة الاستعداد رسال مزيد من حاملات الطائرات المزيد من الطائرات المقاترة إلى المنطقة أيضا قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مايكل كوريلا في المنطقة لحشد كل هذا الدعم الدولي وبالفعل كما أشار نضال هناك حالة من عدم اليقين واضحة عند الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة على خلق هذا التحالف الدولي الذي دافع عن إسرائيل بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر عندما وجهت إيران الضربة لها الأولى في تاريخها ضد إسرائيل في الثالث عشر من إبريل أن تخلق الولايات المتحدة الأمريكية حالة جديدة مرة أخرى في هذه المرة أيضا التوقعات تشير هنا في الداخل الأمريكي وبحسب التسريبات التي تصلنا إيمان أن الضربة ستكون مشتركة إيرانية ومن حزب الله وعلى نطاق مماثل لما جرى في الثالث عشر من إبريل بمعنى أنه ستكون هناك صواريخ وأيضا طائرات مسيرة ولكن النطاق والحجم سيكون أكبر من المرة السابقة هذه النقطة أيضا هناك حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في العمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في خدم كل هذه التصعيدات وهذه الأمور وأن هذا الأمر سيخدم ليس فقط إسرائيل والفلسطينيين وأيضا سيخفض التوتر في المنطقة نعم بتأكيد شكرا جزيلا لك إذن مجد يازيجي مرسلنا من واشنطن على كل هذه المتابعة أشكر أيضا نضال كناعنا محرر أجوؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية من القدس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم